لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد أنا قلت لكم أن الناس الذين يرفضون المشاركة في الدستور ينقسمون إلى أقسام هناك قسم يرفض الذهاب إلى الاستفتاء من حيث المبدأ لأنه لا يريد المشاركة في أي جانبها هذا نتفق أو نختلف معه هذا شأن آخر هذا موقف سياسي إذا كان هذا الموقف يعبر عليه باحترام للآخرين ومن دون خروج على قوانين الدولة فهو موقف حر فيه تفرضه القيم الديمقراطية يفرضه الاختلاف الذي يجب أن يحدث في مثل هذه الأمور السياسية هناك من لا يريد الذهاب لصناديق الاقتراع للاستفتاء فقط من أجل من أجل ماذا؟ من أجل أن يعطي فرصة للذين يذهبون فقد يذهبون ويقولون نعم لأن المعتاد عليه بين الجزائريين أنه من يذهب إلى صناديق الاقتراع غالبا ما يقول نعم وهناك أيضا من يرفض الذهاب إلى صناديق الاستفتاء لأنه لديه شك في تزوير هذا الاستفتاء المهم هناك قراءات كثيرة في هذا الموضوع لكن دعنا نتحدث عن الأمور نقطة نقطة أنك لا تذهب إلى الاستفتاء تأكد بأنك سحبت شريحة معينة من المجتمع الجزائريين هذه الشريحة أنت تستغل رفض الاستفتاء بغض النظر عن أهدافك وخلفيتك أنت رافض تذهب إلى الاستفتاء أنت تستغل جزء من الجزائريين يرفضون هذا الاستفتاء بلا شك جزء من الجزائريين لا يبالون بهذا الاستفتاء جزء من الجزائريين ليست لديهم ثقة في السلطة لأنهم يسلمون مطلقا أن السلطة ستزور نتائج الاستفتاء تستغل هذه الفرقة أنت الآن لما تنسحب لمن تترك الملع ستتركه إلى الذين يذهبون إلى صندوق الاقتراح إذا كان الجزء الذين سيذهبون إلى صندوق الاقتراح هناك من سيقول لا وهناك من سيقول نعم لكن المتعارف عليه أن أكثر من سيذهبون إلى صندوق الاستفتاء مقياساً مع المراحل التي سبقت غالباً ما يقولون نعم غالباً ما يقولون نعم ونحن بناء على أنه لا توجد تزوير لأنه ندرك في الاستفتاءات والانتخابات في عهد بوتفريقة كلها كانت مزورة كانت كلها مزورة باستثناء أعتقد استفتاء المصالحة الوطنية الذي جرى في 2005 إذن أنت الآن تسحب جزء بدل أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين أن تكونوا قوة يدعمون الناس الذين يرفضون هذا الدستور ما هو الأفضل لك؟ أن يرفض الدستور عن طريق سناديق الاقتراع وبعد ذلك رح تكون عندك أوراق قوة ضد السلطة ولتضغط عليها؟ أم أنك تنسحب نهائياً؟ وممكن يفعل مر الدستور عن طريق الناس اللي يروحوا الأقلية اللي تروحوا تقول نعم وبذلك يفرض عليك الدستور إذن إذا كانت نرافض الانتخابات 12-12 تقول رئيس غير شرعي الرئيس جاء واعترفوا به وزاره دول رؤساء دول ومشار رؤساء دول وشارك واصدر مرسيم وقرارات وخلاص جاءت الآن تزيد حتى المطلب سيدفن مرة أخرى بهذا الاستفاة سيدفن رح ينسى الناس 12-12 رح يحكوا على هذا الدستور بعد ذلك ماذا سيحل؟ سيحل البرلمان ويدير انتخابات أخرى برلمانية إذا غبت أيضاً في هذه الحالة سيأتي برلمان آخر يتكون من شخصيات أخرى وأحزاب سيأتي برلمان آخر ويتكون من أشخاص ليسوا معك في نفس التوجه السياسي ولا في التوجه الفكر وبذلك أنت تركت الفرصة للدولة العميقة التي تسميها الدولة العميقة وهي موجودة بالفعل كي تسيطر على البرلمان تسيطر على مجلس الأمة تسيطر على المجالس المنتخبة البلدية والمجالس الولائية وبذلك تفقد كل الأوراق ماذا ستفعل كي تلغط على هذه الدولة؟ هل بالضغط الشارع بالمظاهرات كذا كذا ستجبر الدولة على أنها تتراجع تسحب الشرعية من تبهون تتراجع على الاستفتاء على الدستور ترفض الدستور تتراجع بحل البرلمانات هذا كلام فارغ لا يقوله عاقل هناك تجربة جربت على مدار الفترات الماضية هناك عدة تجارب جربت بهذه الطريقة عن طريق تدخلات خارجية ماذا حدث لاحقا؟ سوريا ذبح الشعب السوري أكثر من مليون قتيل تقريبا 15 مليون مهجر ونازح في الداخل والخارج كلهم وقتل ما قتل حتى باستعمال السلاح الكيماوي جاب قوات خارجية ميليشيات من كل الخارج ويقتل في الشعب الآن نحن على مقربة عشر سنوات باندلاع الثورة السورية هل المجتمع الدولي وقف مع الشعب السوري بحجة أنه يقتل؟ هل المجتمع الدولي وقف مع الشعب السوري بحجة أنه كان يتظاهر؟ لا أبدا لن يقف معه سيقف مع المصالح ولكن عندما يحدث التغيير بهذه الطريقة عندما الحركيون يدخلون إلى البرلمان يجهدون تمرير الدستور عن طريق صناديق الاقتراع وإذا حدث تزوير ويتم توثيق شبكات التواصل الاجتماعي ستكشف وستفضح أي تزوير هذا وفق قواعد صحيحة إذا حدث تزوير وإذا لم يحدث لأنه أنا نشوف السلطة ليس بصلاحة أنها تزور إذا جات الأغلبية بقوة وقالت لا ليس أمام السلطة إلا أن الخضوع لمطالب الشعب لمطالب الذين قالوا لا إذا جات الأغلبية قالت لا هل من المعقول يروح يزورها إذا زوروها إذا فكروا في التزوير فقط فهم يغامرون بمستقبل الجزء فهم يعطون ورقاء أوراق ضغط إلى دول تضغط على الجزائر وتريد أن تحقق مصالحها إلى منظمات وحركات لديها مشاريعها الفوضوية إلى مشروع الفوضى الهلاكة في العالم العربي إذا فكرت السلطة في التزوير فهي تقدم عنقها على مسلخ الذين يتربسون بها إذن لا أعتقد أن السلطة إذا كان ذكية إلى حد ما أنها لا تفكر في هذا الأمر إذن الحل ما هو أمامهم إذا كان راح الشعب الجزائري بقوة ورفض هذا الدستور ماذا سيحدث حل البرلمان وهذه يجب أن يدخل الحراكيون إلى البرلمان هذه المؤسسة ومن ذلك يشكلون ضغط على الدولة يشكلون ضغط على الدولة ما تقول لي أنه عندما يدخل البرلمان هناك فرق شاسع ما بين واحد يكون تحت قبة البرلمان ويرافع إلى ما يرافع له الحراكي الشعبي على مدار سنوات ولكن فرق شاسع ما بين هذا وبين أنه يجلس ويعمل لك لايفات آت على الفيسبوك يتبعه يحصد ما بين الجمهور وبعد ذلك لن يقدم شيء والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله